لكن عجلا وخبر سعيد جدا جدا لكل المصريين طبعا المصري سيف عيسى بيفوز بزهابية التايكوندو لوزن 80 كيلو طبعا في دورة الأعاب البحر المتوسط مبروك لمصر وأبطلنا في مصر بيحقق المعجزات طبعا الألعاب الفردية على مستوى عالي جدا جدا ودايما بنقول لازم يبقى سوبرت للرياضة بشكل عام آه كلنا بنحب كورت القدم لكن من خلال دورة الألعاب في البحر المتوسط بيظهر لنا نجوم وأبطال على مستوى عالي جدا كل الدعم ليهم إن شاء الله الفترة اللي جاية لأن احنا محتاجين محتاجين أن احنا نقف قدام أو نقف جنب أبطالنا لازم يكون لهم رعاة لازم يكون صدقوني الأبطال دول بيتعابوا جدا جدا احنا مهتمين بكورت القدم كل حاجة بتوفر للعب كورت القدم من إعانة ولبس وصفر وا 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 لكن الأبطال دول اللي بيحققوا الدهب في البطولات العالمية ليهم حق علينا ودايما بنقول الكلام دوت ويا رب لما البطولة تخلص بيتكرموا وبنقعد يومين ثلاثة أسبوع عشر تيام والأبطال دول بيتنسوا بشكل أو بآخر كل التوفيق طبعا لأبطالنا زي ما بقول لحضراتكم يعني الاحتفال طبعا بيهم واجب كل ده حلو أو اللي احنا بنشوفه أنا مع طبعا تقدير النجوم دول بشكل أو بآخر لأن زي ما بقول لحضراتكم معظم الناس 80% ما تعرفش الأسماء دي بنتكلم على بسانت حميدة بنتكلم على عبد الرحمن بنتكلم على أسماء كبيرة جدا جدا بنتكلم على نعمة سعيد بطلة رفع الأسقال كل دول أبطال أتمنى أتمنى إن شاء الله الفترة اللي جاية أن احنا نهتم بهم مش بس في فترة الفوز مش بس وهم راجعين بالمدليات مش بس وهم يعني لا إحنا الأبطال دول محتاجين ستدوني الأبطال دول محتاجين كل الدعم خلال السنوات اللي جاية طول السنة يعني مش فترة آه بيعمل بيحقق بطولة نحتفل به وندم له ورد ونحتفل به المدة يومين ثلاثة يطلع في البرامج كضيف بيقول ما سرته وبعدين الموضوع يختفي لكن الأبطال دول ليهم حق علينا كبير جدا جدا وإن شاء الله كل الاهتمام طبعا يعني الوزير أشرف للصفحي طبعا عليه طبعا دور كبير جدا وهو مهتم بالأبطال على مستوى الفردي لأن دول أبطال من دهب